عارف ان حضرك مهموم زي بالخبر المؤلم اللي عدعناه للسادة مشاهدين منذ قليل ورحيل الكاتب والشاعر الكبير لأستاذ سيد حجاب أستاذ حجاب الحقيقة قيمة بالإضافة إلى أنه في ناس كتير من الأجيال الجديدة ما تعرفش قيمة سيد حجاب وللأسف بسبب العزلة اللي حصلتنا من كتير من المثقفين والشعب كتير مننا ما بقاش عارفين رمزنا عاملة زي وكمان بترحل للأسف في صمت الأستاذ سيد حجاب خسارة كبيرة كلنا فجئنا بها وفجئنا بصدمة رحيل المفاجئة هو كان طبعا تعبان وكان في مشكلة في صدره مرض العين نقل يعني بعد الأمور ممكن تتحسن نقل الأستاذ المعادية العسكرية واضح لأمور تدهورت سريعا لحلقة أكثر اتفاقما مما ظن أصدقائه وجاء الخبر الصادم بينما كنا طاقعا الأمور يمكن أن تتحسن يعني ولو تدرجينا أنت هنا عندك في تجربة سيد حجاب في محطات كتير جلحية أول محطة لازم نبص إلى العلاقات بين ثلاث شعراء كبار جدا سيد حجاب وعبد رحمد الأبدودي وأحمد فؤال نجم كان فيه التباسات وبعضها كان ممكن يصل إلى التقادي عندما مثلا الأستاذ نجم هاجم أبر رحمان وهاجم سيد أبر رحمان سينك فبعد كان فيه كلام أن سيد ممكن يرفع عضية هو قال أنا مش عوزح بالسجم لكن أنت عندك في قصة شعرائك الكبار ووفلينك الكبار وكل اللهم قيمة فيه عندي التباسات وعندي مشاكل لكن في النهاية تظل القيمة قيمة كل شعر فيهم هي قيمة كبيرة وقيمة مؤكدة راقب اتنين الأستاذ حجاب أنت بتكلم أن معظم فعلا التترات اللي هي لها قيمة ووزن طبعا لا الحلمية معروفة لكن خبالة كمان في حاجات مهمة أنا بأظن أن أربسك واحدة من أرواح المقدمات لأن الكلام نفسه أربسك الكلام نفسه متعشق ومن الجمل الجميلة اللي تقالت أهلك يتهلك وأنت بالناس تكون بنتكلم أنا على التجربة فساد حجاب هو شعر طبعا يساري بالتوجه لكنه هو وطني صميم أو هو يساري وطني صميم في شعره وتوجهاته وكان طو أبو الفني عمار الشريعي مزبوط وليه قصيدة هو يكبش بشهورة لبا مات عمار يعني فتوقمه الفني في كل الأعمال في معظم التترات في الأغاني عمار الشريعي الله الرحمن عمار الشريعي فأنت لو هتتكلم عن سلح حجاب في الشعر العمية يمكن ما يكونش هنا من رواحد في القصائد يمكن ما يكونش هنا من رواحد لكن في الأغاني أو التترات المسلسلات هو البريمو هو نمرة واحد ولا مسيل له بين كل الشعراء كل الشعراء كبار دخلوا هذا المجال وليهم نجب ليه والأبدون ليه والناس كتيرة لكن لا منافس لسلات حجاب يناير وما بعدها قبل التفاضي اللي جاي فسلات حجاب كان موجود سبق أنه هو كتب دباجة الدستور وأنا بعتقد أن دباجة الدستور تقبل طبقا الدستور هي جزء منه وفي ناس صلعوا في المجلس شعب عظيم يحلفوا على البواد عشان الدباجة بتقول صورة 25 يناير أو صورة يناير يونيو صورة واحدة فريدة في التاريخ صدعها الشعب ودعمها الجيش يعني فيه صياغة موجودة فأنا بأظن سلسة حجاب طول دستور 2014 موجود سلسة حجاب موجود بالدباجة التي كتبها فأنا بعتقد يمكن الأقدار أكرمته طبعا رحيل مفزع وفوجة لكن الأقدار أكرمته في رحيل 25 يناير سلسة حجاب موجودة في رحيلة